أهلاً وسهلاً بكم وصلنا إلى التقرة التحليمي التي يصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحل السياسي الأستاذ وليد النور أهلاً وسهلاً بك أهلاً مرحباً بكم ومرحبين وشاهديه سيداني 24 الله يسلامك أيها الأستاذ وليد نبدأ الجولة وشرطة من الانتباهة وفيها نقرأ لجنة للتحقيق في أحداث مليونية الثلاثين من يونيو شكل النائب العام لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مواكبة الثلاثين من يونيو ويترأس اللجنة وفق قرار النائب العام رئيس نيابة عامة وسبعة أعضاء جميعهم من النيابة كما تختص اللجنة بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في 30 يونيو وأدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأيضا تختص بحصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام وغيرها من المهام وتباشر اللجنة عملها فور أداء القسم أمام النائب العام أستاذ وليد كيف تقرأ خطوة تشكيل النائب العام لجنة للتحقيق في 31 يونيو أولا قبل أن نأتي إلى هذه اللجنة التي شكلت أمس بقرار من النائب العام ولم يسمي رئيسها ولم يسمي أعضائها ولم يكشف عن أسمائهم ولا درجاتهم والوظيفية التي يمكن أن يعمل بها ولكن في 13 من ديسمبر 2021 شكل ذات النائب العام لجنة للتحقيق أعضب المجدر التي ارتكبت في 17 نوفمبر في بحري وكانت نتائج أكثر من 17 شهيد هذه اللجنة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لا يعلم أحد ماذا فعلت وأين تقاريرها وصلت ومع من حققت بعد ذلك قبل 30 من يونيو في 29 من يونيو ذكرت الشرطة في بيان لها منشور على طفحة الفيسبوك بأنها اجتمعت مع النائب العام وأنها ستحمي المتظاهرين وأن كل قوة تتحرك في أي اتجاه يكون معها وكيل نيابة وكيل نيابة هذه الكلام كان يوم 29 تفاجأ السودان والعالم كله في يوم 30 ارتكاب مجزرة بشرية راح ضح يد أكثر من 10 شهداء أكثر من 629 جريح بين جروح خطرة وجروح عادية وإصابات طفيفة أين كانت النيابة من 29 وأين كانت النيابة وأين الحديث إما أن الشرطة تتحدث ساكت بدون اتفاق مع النيابة أو بدون تنسيق وإما أن النائب العام كلما يحتج العالم وكلما سار الناس في قضية حزت المجتمع وحزت العالم ضمير العالم أجمع بشاف لا يتجاوز عمره الثالثة والعشرين تم إطلاق الرصاص عليه في شارع الستين وبعد أن أصابوه بالرصاص ركلوه بأرجولهم لكي يتأكدوا من أن هذا هو توفي أم لا هذه جرائم كلها على مرأة ومشهد من نائب العام وكل العالم ولذلك هذه اللجنة التي شكلها النائب العام هي لجنة للاستهلاك ليس أكثر لا يمكن إذا لم تظهر النتائج اللجانة التي شكلت من قبل فبالتأكيد هذه اللجنة ستلحق بأخواتها السابقة حوادث القتل المتكرر للمتظاهرين دون محاسبة الجنة ألا تطعن في فكرة العدالة نفسها؟ نعم إذا كل الشخص أمين العقاب أساء الأدب وأساء استخدام القانون طالما لم يتم حاسبة أي من المرتكبي الجرائم الذين يقتلون في شهداء منذ فضل اعتصام القيادة العامة وحتى اليوم وحتى بعد إنقلاب 25 أكتوبر حتى اليوم أكثر من 15 شهيد لم يتم حاسبة أو إيقاف فرد واحد حتى الذين تم إيقافهم بانحوا على حكومة الفترة الانتقالية في 29 رمضان في الذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة تم توقيفهم وتسليمهم للنيابة ولكن حتى الآن لا نعلم أين ذهبهم أو هم قدموا للمحاكمة طالما أنك أنت مصرح لك أنك تقتل وتستخدم الرصاص الحي وتركل الثوار السلميين وتزجبهم في الحراسات وتحولهم إلى السجون دون تدوين بلاغات معينة فلك أن تفعل ما تشاء طيب على ماذا يدل ذلك يعني يدل في فكرة مثلا يعني يتم القبض على الثوار يتم تدوين بلاغات بعضها هو جنائي ذا طبيعة جنائية وتذهب الإجراءات بشكل سريع للغاية إلى أن يدانوا في المقابل هناك من يقتل من المتظاهرين في الشارع ويتم إطلاق الرصاص الحي عليهم ويتم تصويب القنابل المسيلة للدمع بشكل مباشر ويصابوا وما إلى ذلك مع العلم أنهم كانوا خرجوا بشكل سلمي ما الذي يدل عليها يدل على ذلك أن هذه القوى وهذه السلطة الإنقلابية تريد أن ترهب وأن تخيف الشعب السوداني وأن حتى تخيف الآباء الذين يخرج أبنائهم بأن ممكن أبنائهم يتعرضوا لكل هذه المخاطر ولكن هذه السلطة الإنقلابية لا تدري أن الشباب الذي خرج والشباب الذي سار والشباب الذي خرج في ديسمبر وحتى أسقط رئيسهم السابق المخلوع الذي كانوا هم أعضاء أو ضباط في صفوفه وكان أعلم منهم وكان يمتلك قوة أكبر منهم وكان يمتلك حزبا سياسيا يضم كثير جدا وكان لهم كتائب كما قالها النائب السابق نائب رئيس الجمهور العثمان محمد طه لدينا كتائب تعلمونها جيدا وكان في إشارة واضحة إلى أن هذا الكتائب يمكن أن تفتق بأبناء الشعب السوداني رغم ذلك هذا الشباب الشباب السوداني السائر الذي تتراوه أعمارهم أقل من 30 عاما خرجوا وأسقطوا نظام البشير وهدوا أركان حكمه الآن تستخدم هذه السلطة ذات الأساليب القديمة ذات الأساليب التي كان يتعامل بها نظام المخلوع البشير من قتل ومن إرهاب ومن زج في السجون ومن تلفيق للبلاغات وللاتهامات والزج بالمخالفين رأيي في السجون الناس دائما الشرطة تتحدثوا وصلت حتى مجلس حقوق الإنسان قدمت شكوى بأن السوار تعرضوا لها وأطلفوا لها بعض الممتلكات كل العالم كل هذه المواكب التي خرجوا بهم 30 يشاهدها من على شاشة القنوات ومن شاشة القنوات التي نقلت هذه المحتجاجات السلمية لم يكن هناك أي من السوار السلمين الذين سلقوا الطرق سواء كان في أمدرمان أو في الخرطوم من باشدار وحتى شروني لم يكن هناك تعرض للممتلكات العامة ولممتلكات المواطنين المحالة التجارية على جانبي الطريق لم تكن هناك مؤسسة تعرضت للتهشيم منذ 2019 عددور المؤتمر الوطني المخلوع وما في مؤسسة تم الاعتداء عليها مباشرة من السوار لذلك عندما يتحدثون عن العنف هم يرفضون خروج السوار السلمين ويرفضون حرية التعبير التي الآن يتمسلكون بأنهم هم من سوار ديسمبر